ومعنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد حسن توران عضو مجلس النواب عن كاركوك أستاذ حسن أبدأ معك من جلسة مجلس النواب اليوم التي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل قليل فهمنا من النائبة البجاري بأن الجلسة لم تكن مجدية على الرغم من حضور رئيس الوزراء وحتى أن تكون مغلقة أيضا لم يكن مجدي إلى أي درجة هذا دقيق شكرا جزيلا أنا أعتقد اليوم كان إنجاز كبير في تقريب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول قانون مهم جدا يمس حياة كل المواطنين وله خصوصية متعلقة في قوت الناس وتوفير أموال لمشاريع ورواتب وهو قانون الموازنة كان قبل ما يحدث اللقاء اليوم وحضور رئيس الوزراء كان هناك وجهة نظر أن يحضر رئيس الوزراء ثم يقرأ القانون قراءة أولى وكانت هناك وجهة نظر أخرى أن يقرأ القانون قراءة أولى ويوضع على سكة التشريع ثم بعد ذلك يحضر رئيس الوزراء قبل يومين كما تعلمون قراءة القانون قراءة أولى رغم اعتراض بعض الكتل السياسية واليوم حضر رئيس الوزراء لحل ثلاثة إشكالات رئيسية موجودة في القانون حصة المحافظات المنتجة للنفط إعمار المحافظات المحررة من عصابات داعش وكذلك حصة محافظات الإقليم هذه هي الملفات الرئيسية التي تقف حجر عثرة أمام قانون يعني المصادر تتحدث وحصار هناك معذرة المصادر تتحدث بأن السيد رئيس الوزراء جلس مع كل هذه الأطراف كلا على حدة بمعنى جلس مع الكرد جلس مع السنة وجلس مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط كيف استطاع إقناع هذه الأطراف الثلاث حتى تكون الأمور بهذه الإيجابية التي تفضلت بها يعني الذي تحقق أنا حضرت الجزء الأول باعتباري ممثل عن أحد المحافظات المنتجة للنفط التي هي محافظة كاركوك وتقريبا استمر النقاش ما يقارب الساعة حضره أيضا ممثلي محافظة البصرة وميسان وكوت ونينوى باعتبارنا محافظات منتجة للنفط ودار حديث حول هذا الموضوع أنا شخصيا مثلا طالبت السيد رئيس الوزراء بإقامة دعوة على حكومة الإقليم لاستحواذها على 46 مليون دولار من حصة محافظة كاركوك بعد 16 عشرة وهي من مخصصات البترو دولار وهذا غير مبرر قانونيا إطلاقا هذا الاستحواذ بينما محافظة كاركوك تحتاج إلى أموال لإعمارها وأيضا طالبت السيد رئيس الوزراء بإجراء مقاصة عن ما كانت تستلمه حكومة كاركوك المقالة سابقا 10 مليون دولار شهريا دون أن يتناسب ذلك مع ما كانت تصدره سلطات الإقليم من 400 ألف برميل يوميا من نفط كاركوك خارج إطار سومو ويجب أن يتضمن قانون الموازنة هذه الفقرة حتى نسترد هذه الحقوق لكل أبناء محافظة كاركوك طبعا أيضا نواب البصرة كان عدتهم طروحات كيف نستطيع صرف هذه الأموال للمحافظات المنتجة أين الإيجابية أستاذ حسد حتى نستثمر الوقت يعني أين الإيجابية ما الذي تحقق كونك ممثل عن محافظة منتجة للنفط مع السيد رئيس الوزراء حتى نكون بتصور الإيجابية التي حصلت اليوم يعني ماذا وعدكم أولا نعم أولا تشريع القانون الموازنة هو إيجابي قبل مؤتمر المانحين في الكويت إذا راح رئيس الوزراء والوفد العراقي إلى مؤتمر المانحين بدون تشريع قانون الموازنة سوف لن نستحصل أموال لا من الدول المانحة ولا بالدول الراغبة بالاستثمار في العراق وجزء من الدول المانحة ستمنح إعمار المناطق المحررة من داعش وبذلك سنفوت فرصة كبيرة على هذه المحافظة أستاذ حسن أستاذ حسن إذا كان الأمر يتعلق بأن الذهاب إلى الكويت دون موازنة لأعمار هذه المدن فربما في ذلك يعني مغالطة كبيرة لأن نواب هذه المحافظة المحافظات المدمرة المنكوبة يقولون بأنه لا توجد هناك تخصيصات فكيف ستمول هذه المحافظات وفقا للموازنة من المانحين أولا هو هدف مؤتمر الكويت لماذا يهدف مؤتمر الكويت إذا ما يهدف إلى توفير أموال لسد النقص الحاصل في الموازنة التي تبلغ 103 تريليون دينار والحكومة عاجزة عن زيادة الإيرادات بسبب الخفاظ أسعار النفط وعدم التعامل مع الوفرة المالية خلال السنوات الماضية صار هدر وصار فساد إداري ومالي وبالتالي يجب أن نخصص أموال ونوفر أموال في موازنة متخمة بقضايا تشغيلية تبلغ أكثر من 70% أنا لست هنا في معرض الدفاع عن الحكومة ولكن أعرض الحقائق للشعب العراقي حتى يفهم ماذا يجري ولا يعقد آمال كبيرة بأن تشريع قانون الموازنة أنه عصى موسى سيحل كل المشاكل الموضوع ليس كذلك كل ما في الأمر أننا نذهب إلى سنة فيها انتخابات تحتاج أموال تحتاج إلى تقنع دول المانحين أن يخصصوا لك مشاريع تبني البنى التحتية لمناطق مثل الموصل اللي بيها مئات الآلاف من الأطنان من الأنقاض اللي ما عدنا فلوس حتى نلقى هذه الأقاض معنى هذا الكلام بأنكم كممثلي محافظات منكوبة ومنتج للنفط الآن ستصوتون لصالح الموازنة في الجلسات المقبلة أنا أقول يجب أن نفغط لاستحصال أعلى قدر ممكن من حقوق محافظاتنا وفي نفس الوقت أن لا نسعى إلى إعاقة تشريع قانون الموازنة لأنه قانون مهم ويستفيد منه كل أبناء الشعب العراقي هذه هي الرسالة التي أحاول إيصالها لكل الكتل السياسية أما المطالبات الغير منطقية فهي لن تجدي نفعا كل اللي تحققها أن تعطل قانون الموازنة فقط باختصار أستاذ حسن فيما يتعلق بكاركوك صدرت أوامر بحل عمليات كاركوك وأن تمسك الشرطة الاتحادية الملف الأمني فيها إلى أي درجة هذا في صالح أمن المحافظة بصورة عامة باختصار هذا قرار خاطئ جدا وينبغي إعادة النظر فيه اليوم سلمنا لسيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مذكرة موقعة من أربع نواب التركمان والعرب نطالب بإعادة قيادة عمليات كاركوك يجب أن تتواجد في كاركوك قوات تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية كاركوك لها خصوصية لا تشبه أي محافظة عراقية أخرى الملف الأمني فيها يجب أن يدار بشكل بحيث يؤمن حياة كل مواطني المحافظة نحن تركمان نشعر بتهديد هناك اختيالات واستهداف لمقراتنا فينبغي أن يبقى الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية في بغداد لا ظاير من استقدام قوات شرطة اتحادية ولكن ليس باستبدالها بقوات الجيش وإخراج قوات الجيش من كاركوك وحل قيادة عمليات كاركوك التي لم يمضي على تشكيلها أكثر من أربعة أشهر حسن توران عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك كنت معنا من بغداد مباشرة شكرا جزيلا لك